اشتركوا في القناة جو بايدن والرئيس اللبناني ميشيل عون والسيد مصطفى القادمي رئيس وزراء العراق والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس وزراء الكويت وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية ومجموعة كبيرة من السادة وزراء الخارجية لمختلف دول العالم بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرو معالي السكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة والسمو يطيب لي في البداية أن أعرب عن بالغ تقديري وامتناني للجهود المخلصة التي يبزلها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو بالتنسيق مع معالي السكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش لعقد المؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبناني بعد سبعة أشهر من مؤتمرنا الثاني بما يسهم في متابعة واستكمال جهدنا المشتركة وبحث سبل تطويرها من أجل مساعدة الشعب اللبناني على تجاوز كافة التحديات التي تواجهه والتي اجتمعت مع الأسف على لبنان الشقيق على نحو إن بات يخيم على كافة مناحي الحياة في هذا الجزء الغالي من وطننا العربي وأعرف في هذا السياق أن تطلع بلادي لخروج اجتماعنا اليوم بما يخفف من حجم الضغوط التي أسقلت كاهل الشعب اللبناني الشقيق السيدات والسادة لقد عملت مصر ولا تزال منذ وقوع حدث مرفأ بيروت العام الماضي على توفير السلع الاستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار حيث يستمر الجسران المصريان جوا وبحرا في نقل مواد البناء والمساعدات الإغاثية والغزائية والتي كان آخرها وصول سفينة حربية مصرية إلى بيروت الشهر الماضي محملة بما يزيد على 300 من هذه الاحتياجات للجانب اللبناني وتكمل هذا الدعم مع جهود المستشفى الميداني المصري في بيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يوميا للبنانيين وقد تم توفير كميات من العقاقير والأدوية لعلاج فيروس كورونا في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تبعات هذه الجائحة العالمية السيدات والسادة لا يخفى عليكم أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ترتبط ارتباطا وثيقا بالأزمة السياسية المستمرة منذ عام 2019 والتي تزداد تعقيدا مع الأسف يوما بعد يوم في ضوء استمرار أزمة الفراغ الحكومي التي تحول دون تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق ومن هنا تجدد مصر دعوتها بدرورة سرعة إنهاء هذا الفراغ الحكومي ضرقا لمخاطر انزلاق لبنان إلى نفق مزلم لا رابح فيه حيث ليجوز استمرار ذلك الوضع بأي حال من الأحوال وستحمل تبعات ذلك الشعب اللبناني الذي يستحق أن تكون له حكومة قادرة على الوفاء بالتطلعاته الأمر الذي يتطلب ممن في يدهم الحل أن يرتقوا إلى قدر المسؤولية التي أوكلها إليهم اللبنانيون وأن يعلوا المصالح العدية للبنان على ما عادها وأن يخرجوا من ضيق الحسابات الطائفية إلى نطاق الهوية الوطنية الجامعة وذلك من خلال سرعة تشكيل حكومة وطنية مستقلة من ذو الخبرة والاختصاص ومن خارج منطق الاستفاف السياسي والطائفي وهو المطلب الذي عبرت عنه مختلف أطياف الشعب اللبناني لكي تكون هذه الحكومة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وسون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني وسيادة لبنان وتحزى بالقبول الإقليمي والدولي وفي هذا الصدد فقد بزلت مصر كذلك جهودا حثيثة لحالة الأزمة السياسية عبر الاتصالات التي أجرتها مع القيادات السياسية اللبنانية لا سيما في عقاب انفجار 4 أغسطس العام الماضي والاتصالات التي تستمر في القيام بها بالتنسيق مع دول أخرى صديقة وأمل أن تكل الجهود كل من يسعى لمساعدة لبنان بالنجاح كما تجدد مصر في هذا السياق دعوتها لكافة الأطراف بالنأي باللبنان عن التجاذبات والصراعات الإقليمية وتركيز الجهود على تقوية مؤسسات الدولة فليس هناك مصح لأي طرف في استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية في هذا البلد العربي الشقيق وأود هنا أن أغتنم هذه الفرصة لأعيد التأكيد أن أياد مصر ممدودة إلى الجميع للتكاتف والتنسيق وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان خاصة وأن مؤتمرنا اليوم هو رسالة لكافة السياسيين اللبنانيين بأن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان فور إنهاء أزمة الفراغ الحكومي واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بما يتيح الانتقال من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة الدعم الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة والسمو لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أجدد الشكر للحكومة الفرنسية والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبناني كما أود أن أوجه رسالة للشعب اللبناني الشقيق فأقول إن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي لا يزال قادرا بعزمة أبنائه على النهود من الكبوت الحالية والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نرى شكرا لكم وخامة الرئيس